السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم ماروة أمامة عداي لو أول مرة تشوفوني بليز اعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب القناة وفعلوا الجراز عشان يوصل لكم كل الحاجات الجديدة اللي أنا بقدمها طبعا إحنا دلوقتي بقينا ندور على الحاجات اللي بتفيد بشرتنا أو أنا عماما بقي تدور على الحاجات اللي بتفيد بشريتي ونصحكم طبعا أنتم تعملوا زيه أكتر من الحاجات والكوزماتيكس اللي هي بتضر البشرة أو تدينا شكل جمالي وخلوص تمام لأن طبعا يعني هي خلقة ربنا وشكلنا بطبيعته فعلا أحسن بكتير من نحن نحط عليه مستعدرات تجميل أو نحن نحط عليه حاجات تدور بشرتنا فإحنا لو عايزين نحط حاجة زي كده فبندور بقى على الحاجات اللي هي الخفيفة الحاجات اللي هي الفعلا الصفت على البشرة الحاجات اللي هي ما تدورش البشرة بالعكس لا تبقى علاجه وبتفيد البشرة فأنا مؤخرا ما بقيتش أستخدم خالص خالص اللي هو الكونسيلر وبقيت أستخدم الاي كنتور اللي هو الحاجات اللي هي فيها كافيين الحاجات اللي هي بتعالج الانتفاخات بتعالج الاسمرار اللي هو تحت العين الهالات الصودة الحاجات دي كلها وأنصحكم برضو أن انتوا تعملوا زيي وأن انتوا تستخدموا الحاجات دي لأن طبعا إحنا كأمهات ومش بننام بنصهر كتير جدا مع ولادنا وبالذات لو عندك طفل يعني لسه صغير فالحاجات دي مع يعني الصهر ده مع التكرار ولو أنت بتشربي قهوة أو نسكافية أو الحاجات دي كلها بعد تكرار الحاجات دي بتعمل هالات صودة طيب أنا مش عايز تقول عليكم في القصة دي بس خلينا نخش على طول إحنا بنتكلم النهاردة عن سيلة آي كنتور سيلة آي كنتور هو أربعة في واحد إيه هي الحاجات اللي هو بيعملها الأربعة هو بيقلل هالات الصودة بيقلل التجاعد بيقلل انتفاخات وبيدي نظارة لمنطقة تحت العين ليه هو بيعمل كده عشان هو فيه كفاين الكفاين ده بيعزز الدورة الدموية فبيدي الدورة الدموية لمنطقة دي اللي هي شعارات الدموية الخفيفة دي بيقلل يعني الكفاين ده بيقلل الانتفاخات بيقلل هالات الصودة هو برضو فيه مستخلص الشاي الأخضر هو فيه شيء أخضر بيقلل الهالات الصودة وبيقلل الخطوط اللي هي الصغيرة اللي هي تحت العين عندي حمض الهاي لورونيك وفايتامين سي هما الاتنين مع بعض بيعملوا على ترتيب البشرة عندي حاجة كمان اسمها أكرومايسيل ده بيعمل على تصحيح لون البشرة كل ده موجود في سيلة اي جونتور تخدمه ازاي باستخدمه مرة صبح ومرة بالليل باخسر وش كويس بمنطقة تحت العين ممكن افريده بسبونش عادي بس هي فكرة ان السبونش نفسها بتاخد يعني لو انا خارجي بصراحة بافريده بسبونش لان بيدي شكل طبعا احسن بتاخد شوية من المادة نفسها معلومات حول سيلة اي كنتور اللي هو السيرة طيب خلينا نتكلم بقى على الالجين اي كنتور الالجين اي كنتور انا كنت عمله فيديو لوحده بكل التفاصيل الخاصة به فانا مش هطول قوي لو عايزين ترجعوا برضو للفيديو وارجعوا للفيديو بس هتكلم عنه هقول انه هو طبعا هو كونسيلر تبي يعني هو بديل طبعا للميك اوب بيعالج التهبات وبيعالج الانتفاخات اللي هي والخطوط رفاية لحوالين العين يعني تقريبا هم الاثنين واحد في القصة دي طبعا سواء السيلة اي كنتور او الالجين اي كنتور هو موجود منه درجة واحدة المفروض ان الدرجة دي بتناسب الجميع بس برضو هقول لكم انه افتح او يعني انه احسن على بشرتكو الالجين اي كنتور هو طبعا كريم لمحيط العين او يعني منطقة اللي هو تحت العين بيعالج طبعا زي ما اقول لكم انت في خطوة والهلات السوداء والخطوط اللي هي الدقيقة وعلمات تقدم السن يعني تقريبا زي وزي سيلة وطبعا بيساعد في توحيد منطقة اللي تحت العين وهو طبعا فيه كافاين الكافاين مهم جدا 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 وانتو بتختاروا الحاجة اللي انتو بتستخدموها ان انتو تختاروا من ضمن مكونات ان هي فيها كافاين لان الكافاين هو اللي بيغطي السواد اللي تحت العين او بيعالج السواد اللي تحت العين وفيه برضو فيتامين كي وفيتامين اي طبعا دول برضو مغزين جدا للمنطقة دي وطبعا هو بيمدل البشرة بالكالوجين الكالوجين اللي هو اللي بيدي نظارة طبعا للبشرة والكلام ده كله كله مهم جدا للبشرة بصوا انا سواء بصراحة او سواء سيلة الاتنين عندي بالنسبالي قريبين من بعض الا في حاجة واحدة ايه هي الحاجة الواحدة دي اللون موضوع اللون ده شوية انا حاوري لكم دلوقتي على ايدي اه انا هو لون افتح وانتو برضو يعني شوفوا كده على الحقيقة واختارو يلا بينا بصوا ده انا استخدمت منه طبعا هو انا استخدمت منه كل ده الجزئي دي كله انا استخدمتها احط كده جزء على ايدي هون تمام واحط برضو جزء على ايدي من التاني هون نبعدها بس شوية عشان تحسوا بالفرق البامب دي فتقفلت اه بصوا تقفلت دي برضو حاجة حلوة لو انتو اخذينه في حتة بنتو تقفلت بصوا اولا الدرجتين مختلفين دي اغمق اللي هو ايه الاغمق السيلة اغمق من الالجون يعني لو انتو اصلا فتحة او بيضة فخليكي في الالجون لان الالجون كريم احسن طبعا بالنسبة للدرجة اه هي مش فرق كتير بس يعني ايه دي طبعا يعني بتنسب اكتر البشرة الغمق طيب بصوا كده اهي مش اكيد احنا مش بنحطها تقيل اوي كده بس انا مش عايز اعمل بنفس الصوبة او ان انا امسح ايدي خليها مسلا بسبعتين اهو بصوا اكيد الفرق بين اوي في اللون طبعا انا همسح بقى كله انا كل ده حطوا حتة صغيرة بصوا كده التخطية بتاعته هي تخطيته بصراحة خفيفة بس حلوة يعني اللي هو بتقدي الغرض او بتعمل يعني شغل الكنسيلر اهو يعني بصوا التخطية بتاعته عن ايدي الاساسية بصوا اعطتني يعني ايه جزء افتح شوية او بعيد كده خفيف وده بصوا انا هحاول بس بردو انا اهو هو ده اتقل بصوا اتقل شوية يعني ده بالنسبة للتخطية فده اتقل شوية انا بحب بايه اتقفلت اه بصوا اتقفلت دي برضو حاجة حلوة لو انتوا اخذينه في حتة انت تقفلت بصوا اولا الدرجتين مختلفين دي اغمق اللي هو ايه الاغمق السيلة اغمق من الالجون يعني لو انت اصلا فتحة او بيضة فخليجي في الالجون لان الالجون كريم احسن طبعا بالنسبة للدرجة اه هي مش فرق كتير بس يعني ايه دي طبعا يعني بتنسب اكتر البشرة الغمق طيب بصوا كده اهي مش اكيد احنا مش بنحطها تقيل قوي كده بس انا مش عايز اعمل بنفس الصوبة او ان انا امسح ايدي خليها مثلا بسبعتين اهو بصوا اكيد الفرق بين قوي في اللون طبعا انا همسح بقى كله انا كل ده حط حتة صغيرة بصوا كده التغطية بتاعته هي تغطيته بصراحة خفيفة بس حلوة يعني اللي هو بتقضي الغرض او بتعمل يعني شغل الكنسيلر اهو يعني بصوا التغطية بتاعته عن ايدي الاساسية بصوا اعطيتني يعني ايه جزء افتح شوية او بعيد كده خفيف وده بصوا انا هحاول بس برضو ان هنا اهو هو ده اتقل بصوا اتقل شوية يعني ده بالنسبة للتغطية فده اتقل شوية انا بحب ايه يعني بالنسبة لي الاثنين كويسين وانصحكم ان انتوا تشتريوا المنتج ده من الحاجات الكويسة جدا ان انا استخدمتها كبديل للكونسيلر وبجد مش عايز تطور عليكم الفيديو مرسي لي كل وقتكو وياريت فعلا اكون فدتكو وعايز اقولكو بالنسبة للاصعار صح اخر حاجة ده انا كنت اجيبها ب250 وكان عليه افر ب220 هو تقريبا دلوقتي 8275 فيه اماكن بيبقى ليها عليها افر اكتر من كده والسيلت انا شفته هو تمنه المفروض ان هو تمنه على العلبة بتاعته بصوا اهو تمنه على العلبة بتاعته 299 اللي هو اللي فوق ده 299 هو يعني 300 جنيه تقريبا برضو فيه اماكن عاملة عليه عروض الايام دي ب175 وفيه اماكن عاملة مثلا عليها عرضة تشتري قطعة والتانية فري حاجات زي كده وفيه في الصيدليات الكبيرة زي العزبي وبلبع والخليل والكلام ده بيعملوا برضو افر عليه اه اتمنى ان انا اكون في التوكو وبجد مرسي ديكو الوقتوكو وبجد شكرا لكل الناس اللي بتدعمني وكل الناس اللي بتكتب لي كومنت حلو ومستنية منكم اللايك والكومنت واي سؤال يعني اكتبوا لي في الكومنتات وانحروض عليكم وي باي باي اشتركوا في القناة